تستمر قواته الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيدها ودخولها إلى قطاع غزة لا زالت المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كهل الأشقاء في قطاع غزة المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين هذه الشاحنات من خلفي ما زالت تتكدس وتزيد أعدادها يوما بعد يوم تتحرك من هنا في اتجاه معبر رفح المصري هنا من العريش أو أمام المركز اللوجيستي لجعل أن تدخل إلى معبر كرم أبو سالم وتدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة معبر رفح المصري يستقبل هذه الشاحنات يوميا منذ بدء العدوان ولم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى أما قوات الاحتلال فتعرقل من الناحية الأخرى دخول هذه الشاحنات إما بالتفتيش وإما بمنع الدخول في بعض الأحيان على الإطلاق دخل اليوم من أمام بوابة نعبة رفح المصرية تسعة وثلاثون شاحنة فقط دخلوا إلى الناحية الأخرى تم تفريغ عشرين شاحنة ثم عادت بعد ذلك تسعة عشر شاحنة إلى الأراضي المصرية التسعة عشر شاحنة الذين عادوا هم تابعين للأونروا وهم محملين بالدقيق والأدوية لذلك قوات الاحتلال تمنع دخول المواد الأساسية والحيوية أو اللازمة للحياة بشكل عام منها الأغذية ومنها الأدوية كان هناك يعني أمل بالأمس بانفراجة ولو حتى صغيرة دخل أكثر من مائة شاحنة من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى كرم أبو سالم لكن تم رفض اثنين وخمسين شاحنة عادوا أدراجهم مرة أخرى إلى الأراضي المصرية كل هذا التعنت من جانب قوات الاحتلال يأتي يعني بعد حتى ضغوطات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد أعطت مهلة مدتها شهر لزيادة حجم تضفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحديدا إلى شمال قطاع غزة نظرا لما ينتهجه قوات الاحتلال هناك من محاولة للتهجير القصري والتجويع وأيضا القصف المستمر للمدنيين في شمال قطاع غزة لكن بالطبع قوات الاحتلال لم تنفذ أي من هذه الإجراءات وما زالت تمنع وتعرقل دخول المساعدات وتقلص أيضا عدد دخول المساعدات وأيضا تقلص الوقت المسموح لدخول هذه المساعدات أي بعد الساعة الثانية عشر ظهرا لا يدخل أي من المساعدات المدينية لذلك هذه المساعدات ما زالت متواجدة في العريش ورفح والمجهودات المصرية مستمرة إما للحفاظ على هذه المساعدات أو تحميلها أو حتى نقلها إلى الناحية الأخرى إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه هي الصورة والآن أعود إليكم مرة أخرى